دروس القرآن كلمة فنبجست ذكرت مرة واحدة في القرآن في صورة الأعراف ما معنى فنبجست وما الفرق بينها وبين كلمة فنفجرت المذكورة في صورة البقرة قبل الشرح أرجو منكم دعم قناتنا بالاشتراك ليصلكم الجديد وشكرا في صورة البقرة والأعراف ذكر الله تعالى معجزة سيدنا موسى حين ضرب صخرة فنفجرت منه 12 عينا ففي صورة البقرة قال فنفجرت منه 12 عينا وفي الأعراف قال فنبجست منه 12 عينا ما السير في ذلك؟ أولا كلمة بجسة يقال بجس الماء وانبجسة أي نبع لكن لإنبيجاس يستعمل أكثر فيما يخرج من شيء ضيق والانفجار يستعمل فيما يخرج من شيء واسع والفرق بين فانفجرت منه 12 عينا وبين فانبجست منه 12 عينا هو أن سيقل آية في البقرة حافل بالثناء والمدح والتفضل على بني إسرائيل فجاء بالكلمة التي تدل على الكثير وهي كلمة فانفجرت سيقل آية في الأعرف جاء في ذنب بني إسرائيل فذاكر مع أهل إنبيجاس وهو أقل من الانفجار لما عصوا الله قل الماء في تلك العيون فذاكر الإنبيجاس